السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. النهار ده ان شاء الله هنتكلم على الكميكال بوندينج. الكميكال بوندينج دي بتبقى ري اكشنز او بونز. الالمنز بتعملها عشان القطر توصل للنيرست الكترونيك ستراكشور من النوب الجاز. الكميكال بوندينج بتقسم لثلاث انواع. اول النوع بيكون اسمه ايونيك بوندينج. والايونيك بوندينج دايما بتكون ما بين المتل مع النون متل. المتل والنون متل دول اعرفهم ازاي? المتل بيكون اي الامنت عنده في الاست انرجي ليبل واحد او اتنين او تلاتة الكترونز. اما النون متل بيكون الامنت اللي يكون فيهم في الاست انرجي ليبل اربعة خمسة ستة او سبع ايلكترونز. اه في الايونيك بوندينج المتلز بيكون جينرس. عنده ايلكترونز في الاست انرجي ليبل. ان دي دونيت الايلكترونز للنون متلز. طيب النوع التاني من البوندينج بنسميه كوفيلان بوند. والكوفيلان بوند دي بتحصل ما بين النون متلز. يعني دايما بتلاقي النون متلز مع بعض بيتكونوا او هما الاتنين مع بعض بيعملو شيرينج للالكترونز فالكيورد بتاعت النهاردة هي شيرينج اوف الكترونز. واخيرا عندي الامنتاليك بوندينج. المتاليك بوندينج هي بوند بتحصل ما بين المتلز. يعني يكون عندي نفس النوع المتلز صوديوم مع الصوديوم. الصوديوم اتمز مع بعض بتعمل اه متاليك بوند. منكون عندي بوتسيوم البوتسيوم آتمز مع بعض بتعمل المتاليك بوند فازاي يقدر أفرق تاني ما بين الايونيك بوند والو wenig參وك بوند والمتاليك بوند ببص على الاول على الـ elements لو الـ elements يكون عندها متل عندي متل ونان متل فدول هيكونوا بيعملوا ايونيك بوند لأننا قيلين الايونيك بوند بتكون حاجة ما بين المتل ويتبقى bondد مع المتل طب ازاي أعرف المتل والنان متل بقول للمتال عندهم 1, 2, 3 electrons in the last energy level والنومتال بيكون عندهم 4, 5, 6 7 electrons in the last energy level طيب لو أنا عندي دلوقتي different نومتال أو the same element بس 2 atoms زي مثلا oxygen زي chlorine زي nitrogen أو HCl كل دول بيكونوا نومتال مع بعض والنومتال they tend to share electrons they don't lose nor gain electrons أما لو أنا عندي metals sodium atoms potassium atoms الاتمز مع بعض هتعمل حاجة اسمها metallic bonding فأنا لو عندي metals بس كلنا كده بتكلم على المتاليك طيب هنبدأ الكلام بتاعنا النهاردة على ionic bonding فخلينا نشوف example الionic bonding الionic bonding أو example اللي هنتكلم عليه النهاردة هو اسمه sodium coloride والsodium coloride بيكون common example ودايما بيجي في طيب أنا دلوقتي عندي صوديوم وعندي مين فيهم المتال ومين فيهم النهار المتال تعالوا نشوف على جنب هنا الصوديوم عنده eleven electron فfirst energy level حياخد two electron بيكون فيها two second energy level بيكون فيها eight بتبقى لي واحد الكترون من ال eleven فكده بيكون في one electron in the last energy level ودا كده هيكون مثل طيب الكلوراين الكلوراين بيكون عندي 17 طيب ال 17 ده بتقسمه زي first energy level two second energy level eight third energy level seven فأنا عندي هنا seven electros فده بيكون عندي non metal طيب هل فيه طريقة تانية أسهل اللي أعرف بها المتالز والنان متالز طبعا عن طريق البريديك تابل احنا عارفين فين ال position بتاع المتالز والنان متالز في البريديك تابل فعن طريق البريديك تابل ممكن نحدد ان لو ال element موجود في group one two three بيكون متال لو موجود في other groups بيكون نان متالز لو موجود في group eight فده النوبل جاز من رجده عظم طيب أنا دلوقتي عندي هنا المتال وعندي هنا النان متال احنا كنا عارفين ان المتال بيكون أسهل له اللي هو يلوز last energy level electron it's not possible for the metal to gain seven that's too difficult it's more likely المتال حيلوز الالكترون وهنا الكلوراين عنده seven electros محتاج electron واحد عشان يوصل فالنان متال حياخد الالكترون فده حيعمل lose للالكترون اما ده حيعمل gain للالكترون طب لما بيجي للسؤال فالامتحان بيقول لي مثلا show the ionic bonding او ازاي انا هعمل the ionic bonding فانا هقول له انا هعمل اول the electronic structure احنا عملنا the electronic structure بتاعت الاتوم فدلوقتي خلينا نشوف the electronic structure بتاعت الائم دلوقتي الاتوم has lost the last energy level electron فانا برسم energy level هنا مش شرط اعمل كل الانيرجي levels يعني في البوندينج بتبقى احسن واسهل اللي انا lean on the last energy level shell where i indicate the last organ طيب انا هنا lost electron فده مش موجود ما بقاش موجود خلاص بقى عندي two eight فانا لما برسم برسم the last energy level اللي هو هيكون عندي the eight فبحط هنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طيب انا كده عندي the eight electrons هما كانوا موجودين هنا ما عرفش تنصح ليه طيب كده eight electrons في the last energy level after the sodium has lost the electron فبعمل وبحط هنا positive واكتب the electronic structure two eight حد يسألني ميستر ليه حطيت هنا positive هقول له اللي الاتوم of the sodium هنا عندها 11 protons وده بيكون positive charge وبيكون عندها 11 electrons وده بيكون negative charge فالoverall charge بتاع الاتوم بيكون zero good لكن هنا في الصوديوم بيكون عندي البروتون ما بيتغيرش بيفضل زي ما هو 11 مستحيل يتغير لان احنا بنتكلم على electronic configuration او chemical reaction where the electrons are involved بس البروتون بيفضل زي ما هو فعندي البروتون 11 زي ما هما موجودين جون نيوكليس وعندي الالكترونز دلوقتي بعد ما عملوا للاست energy level بقوا عشرة بقوا تاني وده positive charge وده negative charge لو معك calculator ممكن تعمل 11-10 هيجيب لك الانسر positive 1 فالpositive 1 ده overall charge بتاع الايون ده تمام؟ واحنا بنسمي الايون ده cat ion cat ion ليه cat ion الكات دي جاي من الكاثود وده هناخدها في electrolysis اللي هو negative electrode والاين عشان هو lost electron وما بقاش atom طيب انا دلوقتي لو انا عاوز اعمل الكولوراين انا دلوقتي خدت الصوديوم دلوقتي محتاج اعمل الكولوراين طيب الكولوراين اه دي و بنرسم برضو last energy level electron وبعدين بنحط الالكترونز السابعة سوري بنعمل ده ينبه لنا الحاجة مهمة انا هنا في الصوديوم كنت بحط لازم الكولوراين احط او احط دوت ما ينفعش استخدم الاتنين بنفس الرمز يعني ما ينفعش استخدم اكس واكس لا لازم واحد اكس واحد دوت فكده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وكان فيه الالكترون اللي عمله جين اللي هو جايب من الصوديوم انا هنا حطيت للبلوراين بتبقى الالكترون الخير اللي احنا كنا خدينه هو الصوديوم طيب الالكترون ده انا هرسمه ازاي لازم ارسمه اكس عشان اينديكيت اللي الالكترون ده مش بتاع كلوراين لكن الالكترون ده بتاع الصوديوم طبعنا يا شباب طيب نعمل البراكتز ده ما تعودنا انا هنا عندي سبنتين بروتون بوزيتين ما تغيروش وعندي الالكترونز ايتين ليه ايتين لان انا عندي اصلا سبنتين وخدت الواحد الزيادة ده بتاع الصوديوم فبالتالي الافورال شارج هتكون ناجتف اكتب الالكترونيك ديستريبوشن عندي هنا 288 وده انا بسميه اناين دي اناين ان جاي من الانود وده هناخده في الالكترونزز والانود ده بيكون بوزيتف تشارج فبيعمل اتراكشن للناجتف تشارج وايض لانه هو بقى تشارج البارتكيل ما بنتكلمش على الاتوم انيمور طيب تعالوا ناخد مثال تاني ويكون مثال قريب شوية انا عندي الومينوم اوكسيد الالومينوم اوكسيد ده بيتكون من الومينيوم والالومينيوم ده جروب ثري فانا عارف الالومينيوم ده متل عنده ثرتين الاكترون بعد كده 8 بعد كده 3 طيب عندي الاكسجن الاكسجن ده جروب 6 وانا عارف الاكسجن عنده 8 الاكترون لما اجي وزعهم هيكون 2 سيكس هنا زي ما انتم شايفين انا عندي ال2O3 يعني انا عندي 2 اتمز وعندي 3 اتمز اوكسجن الاكسجن هنا محتاجة تاخد 2 more الاكترون عشان توصل ال8 الاكترون والالومينيوم محتاجة تلوز 3 الاكترون انا هنا محتاج انزل تحت عشان خطر ارسم كل الاتومز مع بعض فانا هعمل كده ال انا عندي 2 اتمز وارسم الاست انرجي لابل وارسم هنا الاست انرجي لابل وهنا حط احنا قلنا هنا في الالومينيوم فانا لما ارسم الانرجي لابل للاعين بعد فانا برسم فحنزل تحت وهم جاي حاطت هنا للالومينيوم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام نفس الكلام هنا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية منتاز اعمل هنا الاتشارج الاتشارج بتاعت الالومينيوم it has lost 3 اليكتروز فهي البروتون كانت عندي كام 13 بعد اللص اف 3 بقى عندي الالكتروز 10 فهنا ده positive وده negative مين اكتر عندي البروتون اكتر فاكتب 3 positive لان هي اكتر بتلاتة نفس الحاجة اكتبها هنا برضو اكتب 3 positive واحط ال new electron distribution اللي هو 2 8 واحط هنا 2 8 في الامتحان انا عملتلكم ده بس عشان تعرفوا احنا ليه بنعمل الاتشارج ليه الاتشارج بتبقى بالمنظر ده فعشان كده انا همسحها عشان خاطر انتم بتطلق بضوش تمام تمام ممتاز طيب دلوقتي تعالوا نشوف الاكسجن احنا عندنا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحنا كنا متفقين في الاكسجن احنا بنرسم بس الاكسجن 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 احنا قلنا الاكسجن في الاكسجن عنده ستة محتاج اتنين فبالتالي لما اجي ارسمهم احط السكس الاكسجن راحت الاكسجن وهنا في واحد الاكسجن راح من هنا واحد 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 اداء لتو الاكسجن فبالتالي حيبقى عامل كده حاجة هنا ده خد 2 electrons كل Oxygen بداخد 2 electrons وده خد 2 electrons وده خد 2 electrons يبقى الـ Aluminium has lost 6 electrons 3 plus 3 6 والOxygen each one has gained 2 electrons فبقى عندي 3 atoms خدوا 6 electrons فده بيكسپلين الـ Ionic bonding اللي حصلت ما بين الـ Oxygen والـ Aluminium طيب هنا احط طبعا انا بقى عندي هنا الـ Proton زي ما هو زي ما انتم عارفين للـ Oxygen عبارة عن 8 الـ Electrons دلوقتي موجودة عندي 10 لان انا زودت على 8 2 فبقى عندي 10 فبقى عندي negative 2 في الزيادة 2 electrons فحط هنا negative 2 حط هنا negative 2 حط هنا وحط الـ Electronique distribution 2 8 وحط هنا 2 8 وهنا كمان 2 8 تماما طبعا اللي انا عامله هنا في الجزء بتاع الـ Aros ده انا كنت بس عامله للتوضيح لكم لكن انتم مش متأجين انتم تكتبوا حاجة زي كده جوة الامتحان اهم حاجة تبقوا عارفين اللي انا هنا بعمل الـ X او الـ Electrons بتاعت الـ Aluminium لازم اعملها بشكل مختلف على الـ Electrons بتاعت الـ Oxygen عشان تـ Indicate اللي دول جم من الـ Aluminium لازم تخلي بالك جدا وانت بتكتب الـ Charge بتاعت الـ I لان الـ Charge بتاعت الـ I مهمة بيكون عليها جزء من الماركينج من الماركس في الماركينج سكيم والـ Aluminium نفس الكلام اللي تـ Charge مهمة جدا 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 احيانا بيسأل على الـ Electronic Configuration بعد الـ Reaction واحيانا لا بس انت بتبقى عارفه وبتكتبه عشان خاطر برضو بيفيدك وانت بتراجع الـ Answer بتاعتك تتأكز كان الـ Answer بتاعتك مش هتشي بشكل كويس ولا مش هتشي بشكل كويس النهاردة عملنا ركاب لـ Two examples من الـ Economic Bonding وان شاء الله هنعمل لكم examples كمان لـ Covalent Bonding بس ان شاء الله في الفيديو اللي بعين شكرا ووجود لك